توالت الخسائر البشرية التي تتكبدها الميليشيات الحوثية المتمردة والمدعومة من إيران تباعا اتخسرت من قيادتها الميدانية البارزة ما يقارب من خمسين قياديا بينهم خبراء تصنيع أسلحة أجانب خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجري وأفاد منقاس بتمبر نت أن أبرز تلك الخسائر البشرية التي منيت بها الميليشيات المتمردة خلال الفترة من واحد حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني مصرع خبيري تصنيع أسلحة من حزب الله اللبناني بغارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية والتي سهدفت مخازن أسلحة في تكنة عسكرية بمديرية أرحب الوقع إلى الشمال من محافظة صنعاء يوم الثلاثة الماضي الموافق الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجري وأيضا مقتل المعين من قبل الميليشيات تركن استطلاع جبهتها في محافظة الظالع المدعو علي حسين المتوكل وكذل معين من قبلها قائدا لمحور البيضاء المنتحي الرتبة عقيد المدعو باكيل إسماعيل الغاذي كما لقي القيادية المعين من قبل الميليشيات الحوثية قائدا للجبهة الجنوبية في محافظة مأرب المدعو نصر الدين عزي علي أحسن العسيلي مصرعه برصاص أبطال الجيش إضافة إلى مشرفها على جبهة شمال غرب المحافظة المدعو عبد المالك محمد صالح حيدرة وفي صعيد متصل قتل القيادية الحوثية المعين من قبل ميليشيات الحوثي قائدا لحراسة المنشآت التي تسيطر عليها بمحافظة تعز المدعو وليد عبد أبو الحوم الذي ينتحل رتبة مقدم ويأتي ذلك في ظل معارك بطولية يخوضها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية محققين الانتصارات الواسعة في مختلف جبهة القتال ضد الميليشيات الحوثية التي تتواصل خسائرها البشرية والمدعو ترجمة نانسي قنقر